طبعا زم انتو شايفين اصدقائي هادا المقال لمحة مميزة بس هادا المقال مش انا يا عم سيسو ليش فتحلي عليه هيك يا سيسو لمحة مميزة ومش انا او ماي جاد سيسو طب بتاع تعال ننزل نونا لتحت شوي تمام خلينا نركز الجماعة كويس تمام بركزوا معي هادا المقال زم ما انت شايف مدونة بلوك سبوت عادية حكونا لايف افضل تطبيق درداش اخر اصدار تحميل مباشر 2021 تذكروا عملية البحش سادي تمام ماشي عم سيسو حنتذكر عملية البحش سادي الله يقطع شرك يا سيسو 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 شاف اللي انا بشوف يا سيسو نفس العنوان هو هو ما هو حكونا لايف تمام حكونا لايف وافضل لمحة مميزة في جوجل ينهر ابيض يا سيسو طب كيف طلع لمحة مميزة يا سيسو سيسو انت بدك تجنني يا سيسو صح الشو اللي بصير بالزبط بصلي يا معلم السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودتوينز طبعا اصدقائي ان شاء الله اليوم موضوعنا هل بامكاني احصل على لمحة مميزة في جوجل في مقالي طب انا يا سيسو عندي مدونة بلوك سبوت ما عنديش دومين اساسا هل بامكاني اتصدر في جوجل هل بامكاني اخلي جوجل بالفعل تحب سيسو وتخلي مقالاته بينها في جوجل يعني مااخده لمحة مميزة وقيمة علمية اه يا بسوس طب كيف سيسو بده نعمل هالسيستم هات اصدقائق قناة جودتوينز انا اليوم حابب اديك مقدمة بسيطة وحابب اعلمك فيها اللمحة المميزة او اديك عنها خلفية وهيقلي في نفس الوقت نفسك لفيديو حوالي ساعة زمن عن هالموضوع كيف نحصل على الزيارات حقيقية من جوجل لدرجة انه نخلي جوجل تقولنا يا سيد العزيز بحبك يا عم سيسو خد هاي لمحة مميزة تركزوا معي نونا بصلي يا معلم وانتي يا هانم صح صح نونا هالوقت عشان سيسو عن جد عن جد بحبكو طبعا زمن تشايفينا اصدقائي هالوقت بدنا نركز شوي لو انتو لاحظتوا انا بدأ استهدف كلمة حاكونا لايف انا اعتزر عن دقة تبعت الخط المهم هالوقت كلمة حاكونا لايف احنا اللي بدنا نستهدفها او العنوان نفسه تمام فبدا نيجي ونخليه بولد ركزوا يا جماعة كويس في الكلام تمام ومن ضمن العنوان اللي بدأ استهدفه كلمتين صغار هما اللي علمتهم بولد على اساس انا طمعان فيهم لحالهم بس تمام ولو انتو لاحظتوا الفقرة الفقرة ما تعدش عن 30 كلمة ضربة لك وبردو بدك تنسخها واضيفة في الوصف ركزي هانم بدنا نضيفها وين عم سيسو في الوصف بالله عليكم يا جماعة تركزوا طيب تمام اجينا وضفناها في الوصف تمام خلصنا العنوان او الوصف او الفقرة الاولى وضفناها في الوصف وكلو تمام هالوقت يا عم سيسو ايش اللي بدنا نسويه بالظبط بعد ما اغلقنا الوصف تركزي هانم الرابط السابط يا جماعة بدنا نحاول بردو نسميها اسم المقال حاكونا لايف لانه هي الكلمة اللي بدأ استهدفها زين بعد هيك الصورة يا جماعة بدنا نبدأ نركز في الصورة تمام بعد ما نعمل القسم او التسمية تمام بدنا نيجي وبدنا ندخل في الصورة طيب ابسوس كيف بدنا نركز فيها الصورة هادي لو سمحتوا بالله عليكم بدي تركزوا في السيستم كويس خلينا ندخل على الصورة نفسها لو انتوا لحظتوا اصدقاء قناة good twins تمام الصورة بدي تعيد التسمية تبعتها لحظه كويس هنا كتبنا اسم الصورة على نفس اسم العنوان بالزبط عشان نقدر نرفع الصورة وتكون ماخدة شيء مميز تكون معروفة الصورة لمن بالزبط بعدين بترفعها هان تمام؟ اجينا ورفعناها وكله تمام عما بسوس بدنا نيجي ونضغط جماعة على الترس تبع الضبط تبع الصورة وناخد برضو العنوان ونضيفه هانه تحت ركزه يا جماعة وزي ما انتو شايفين حجم الصورة كبير جدا نسخنا العنوان في المكانين وكله تمام خلينا هالوقت يا سيد العزيز نضغط تطبيق بالشكل هاد طيب ممتاز عما بسوس هالوقت لو انتو لاحظتوا العنوان الفرعي الاول اسمه حاكونا لايف كتبتها بالعربي وبالانجليش نفس ما فوق نفس ما في العنوان الاساسي وكمان هنا كلمة حاكونا لايف بتيجي بتتعلم بولد بس ركز ما بديش تعلم بولد اكتر من كلمة متشابهة طبعا زي ما انتو شايفين اصدقائي ها حاكونا لايف اجت معي عربي وانجليش هيني بعيد تاني طيب تمام عما بسوس اعلمناها عنوان فرعي وخط كبير وكل اشي تمام هالوقت اجينا للفقرة اللي تحتيها لو انت يا سيد العزيز لحظت في الفقرة اللي تحت بردو تعلمت الكلمة بولد تمام الكلمة الاساسية اللي انت بتستهدفها لاحظ في الفقرة منيحة راح تلاقيها يا سيد العزيز في حدود تلاتين كلمة خمسة وعشرين كلمة ومن ضمنها يا سيد العزيز كلمة ماخدة ارتباط داخلي يضربها لك امسح يا حبيبي الام يساوي واحد خليها لنهاية بس لعند الاتش تي ام ال بالله يعليكو طيب تمام عما بسوس خلص اهدنونا اهدنونا عمناها لعند الاتش تي ام ال وكله تمام عمنا الارتباط الداخلي ماشي عما بسوس كمان في كلمات انجليش بدي تعلم عليها بولد على اساس برضو انت تستفيد من النقرات وبردو نفسي قصة في السطر التاني حكينا حاكونا لايف بس بالهاء وبردو الفقرة كويسة لو انت لحظت هالوقت بالنسبة للخصائص خصائص حاكونا لايف بدي اجي بدي اسهدفها بدي اعلمها عنوان فرعية جماعة تمام اجيت وعلمتها عنوان فرعي واخدت بعض الكلمات الانجليش الرائجة في جوجل تمام وهينا عملت نظام واحد واثنين وثلاثة من هالقصص هادي تركزتوا كويس عنوان فرعي بدي اجي و بدي اعمل لازم اعملها طيب يا سيسو اجينا وعملناها زي ما انت ملاحظ هالوقت اجيت برضو اعلمت على النقاط اللي بدي اقولها انا او الارقام طبعا بدك تعملهم فقرة دربالك هي واحد وهي اتنين وهي ثلاثة وهي اربعة وهي خمسة ولا هي النهاية طول ما في ارقام في المقال تبعك يعني طول ما المقال تبعك بياخد لمحة مميزة طيب تماما بسوس وهنا برضو اجينا عملنا برضو عنوان فرعي تاني رائش في جوجل دربالكو عنوان فرعي رائش في جوجل يا جماعة طيب ممتازة بسوس وبردو الفقرات لو انتوا لاحظتوا هنا صغيرة جاية وكلمة حاكونا لايف صرت استهدفها في كل مكان هنا لأ اجيت احكي تحميل تطبيق حاكونا لايف تمام هنا برضو في الفقرة التانية برضو كلمة حاكونا ذكرت عربي وانجليش الفقرة التالتة برضو نفس السيستم فيش فقرة الا لازم من اسكر فيها الكلمة تمام بس برضو بدك تطير بالك كويس يعني بدك تكون فهم اش اللي بتسوي تمام اصدقائي زي ما انتوا شايفين شغلة بسيطة وسهلة هنا عنوان فرعي جديد كسب المال للاعلان للشركات في حاكونا لايف برضو عنوان فرعي بدك تيجي يا جماعة تمام زي ما انتوا شايفين اصدقاء قناة جودة وينز طبعا انا بعتزرع ان الخط فيها شوي بس انا هذه الحلقة اعملها مقدمة يعني على اساس تفهم والسيستم شوي طيب ممتاز لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي برضو الفقرة صغيرة جاية لكن ما اذكر فيها كلمة حاكونا لايف تمام هاي تحت منوعة جاية بكلمة بردنامش حاكونا لايف تمام وهنا يا سيد العزيز برضو اجيت اعملت ارتباط تاني غير كلمة المذكورة كمان في ارتباط هنا كلمة روابط تنزيل تمام هادي جاية برضو عنوان فرعي لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي حوالي خمس عنوين فرعية هيك استغلينا تمام خمس عنوين فرعية تمام ولو انت لاحظت كمان في النهاية تبعت المقال حتلاقيني ناسخ العنوان كامل وبردو عاملو بولد انا بدي اجول عنوان باي شكل انا غاية الاساسية ان اجول عنوان باي شكل لو انتوا كمان لاحظتوا تحت حتلاقيني ضيف الروابط وذاكر كلمة حاكونا لايف للاندرويد للايفون للحاسوب وحاطت ارتباط في كلمة هنا له رابط التحميل يعني طيب منتزب السوس سيسو سيسو هل هيك خلصنا اه اكيد بتعمل عملية النشرة عادي وبتطلع بتقرشف مقالك في كل مكان زي ما اتفاقنا في الفيديو تبع يا سيد العزيز كيف تنشر مقال داخل مدونة بلوجر بس هان انا جاعة بريد اقدم لك قصة اللمحة مميزة في جوجل طيب ممتزع عمب السوس لو احنا اجينا يا جماعة هل وقت على مضاقق الانتحال تمام طبعا زي ما انتوا شايفين اصدقائي انا بدي اجي وبدأ اشوف يا سيد العزيز اكم كلمة كاتب لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي اكم كلمة كاتب خمسمية وخمسة وخمسين كلمة وهما كافية اني اخد لمحة مميزة بالفعل بس المهم اني استغلهم صاح نونة طبعا اصدقائي بس هاي مقدمة انا اللي اعملتها يعني انا حابب اكون قدمتلك ولو معلومة بسيطة عن المقال المتعلق باللمحة مميزة في جوجل وان شاء الله في الحلقات الجاية انا رح اقدم لك فيديو حصري توب رح يحبه قلبك هذا وعد مني باذن الله تعالى اتمنى اصدقائي انه تكون الصورة وصلت